مرحبا أحباء الأطفال سنتعرف اليوم على الحرف الذي يأتي بعد حرف الكاف لنستمع إلى هذه الكلمات ثم نتعرف على الصوت الذي يتكرر في كل كلمة ليمون لا شك أنكم عرفتم هذا الصوت إنه صوت ل وصوت ل نجده في حرف اللام إذن الحرف الذي يأتي بعد حرف الكاف هو حرف اللام ونقرأ حرف اللام مع الفتحة ل لليمون للباس لؤلؤة وأدعوكم أحبتي إلى قص بعض الصويرات من المجلات تتضمن صوت اللام واستمتعوا بتلصيقها على ورقة بيضاء وفي الحصة المقبلة بإذن الله سنرى كيف يكتب حرف اللام أترككم في أمان الله وإلى اللقاء